نروح بقى للجنة التقصي الحقائق اللي طلبت الحقيقة من جانب اتحاد الكوري اللي طلبت ست تقارير عن بحثة منتخب الشباب في تونس قبل بدء التحقيق في الأزمة طبعا اللي حضراتكم عارفينها لمنتخب الفرعنة في تونس واللي طبعا يعتبر مشاركش هو مشاركش فعلا خسر أول مباراتين في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة الأمم أفريقيا 2021 في موريتانيا اللجنة طلبت ست تقارير من جمال محمد علي رئيس البعثة في تونس والدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب الأول اللي سافر لدعم الفرعنة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد ووليد منظور طبيب المنتخب وعادل محفوظ المدير الإداري وطبعا كابتن ربيع يسين المدير الفني للفرعنة وكشف المسؤولين في اتحاد الكورة أن لجنة تقصي الحقائق هتناقش كل التقارير دي وهيتم استدعاء أي فرد من الأسماء السابقة في حالة طبعا رغبتها في أن هي توضح أو تستفهم عن أي معلومة قبل تقديم توصيات للجنة السلسية برئاسة أحمد مجاهد اللي هتعلن قراراتها الرسمية في هذه الأزمة مهم جدا أننا منساش الأزمة دي مهم جدا أننا نفضل متابعين وأن طبعا لجنة تقصي الحقائق يعني يكون لنا ثقة أنها توصل لنتيجة أنه ليه حلم جيل كامل مكملش ليه حلم كابتن ربيع يسين ليه حلم مصر ما هو منتخب الشباب ده برضو ما هو بيمثل مصر يعني ليه يبقى فيه تقصير كده في الكرة المصرية أو أن الكرة المصرية وضعها مفروض يكون أكبر من كده على أن الحصل في تونس ده كان يحصل من الأول طبعا يعني أنا الحقيقة اللي بيهمني طبعا في الأمر ده كله اللعبة يعني أنا مدرك تماما أنه الشباب ده تعب وبزل مجهود كبير جدا واستعد بشكل كبير جدا وكان عنده حلم يتمنى أنه يحققه لكنه أصيب بصدمة وأصيب بإحباط ويمكن الصورة اللي كانت على الول عندنا في الستوديو من شوية تعكس جزء بسيط جدا من الحالة اللي كان عليها لعيب منتخب مصر الشباب في تونس وليهم بقول مش آخر المشوار ومش نهاية المطاف يمكن من الأزمة دي تخرجه أحسن وأقوى من الأول أنا مدرك تماما أنه كابتن ربيع يسين من الناس اللي بتشتغل على أدق أدق التفاصيل والرجل الحقيقة يمكن على مدار سنتين أو أكتر من سنتين يمكن سنتين ونص ودخلوا في ثلاثة كمان كان بيجهز المنتخب ده عشان يوصل للحلم الكبير كاس العالم لكن قدر الله ومشاء فعله وأتمنى أنه ده ما يوجعكمش أو ما يعطلكمش أو ما يأثرش عليكم لأنه بالتأكيد القادم أفضل وكلنا ثقة فيكم وفي اختيارات كابتن ربيع يسين اللي اشتغل على المنتخب ده من الصفر أنه إن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل بالنسبة لكم مهما كانت يعني سميها عقوبات سميها غرامات سميها زي ما تسميها يعني إن كانت النتيجة اللي هتوصل لها لجنة التقاصي الحقيقة ففي النهاية ما أعتقدش حد هيعوض المصريين عن ضياع حلم منتخبهم في التأهل لكاس العالم ولا ضياع حلم الجيل ده والشباب دول من هما يوصلوا لأمم أفريقيا ويشاركوا في كاس العالم ترجمة نانسي قنقر